من أجل تعزيز دور المصورات في المجتمع ومنحهن الفرصة لعرض إبداعاتهم الفنية نظمت جمعية الإمارات للتصوير الضوئي معرض المصورات الأول وذلك في مركز 06 في الشارقة وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المصورات المشاركات في المعرض ويستمر المعرض حتى 30 من الشهر الجاري تنوع في المعرض هذا تركيزهم بهدؤهم بانتماءات كل العناصر اللي موجودة ضمن اللوحات كانت من جزئية من جزئية تكوين المرأة وهذا مهم جداً تحب الورود تحب الحجرات الصغيرة تحب العصافير تحب الأماكن الدينية والحمد لله رب العالمين أمور كثيرة تنتسب بالفعل إلى عالم وروح المرأة هذه الصورة لها عندي مشاعر خاصة رحت على الحرم وصورت هذه الصورة أخطها بشتر بطيء بسموه عشان أبين الطواف حوالين الكعبة بعدين رحت عدلتها في البيت بحيث أني أوجه النظر باتجاه الكعبة وأن المصليين أو الطائفين حوالين الكعبة يكونوا ظاهرين في الصورة بهذا الشكل يشارك في المعرض 35 مصورة من المصورات الهاويات والمحترفات يوثقن لقطاتهن من خلال عدسة الكاميرا إذ يضم المعرض مجموعة من الصور التي تنوعت من حيث المضمون كالبورتري، حياة الناس، تصوير الطبيعة، التصوير تحت الماء وتصوير المايكرو والعديد من الصور الاحترافية المعرض في عدة صور وأنا حبيت أشارك في الماكرو لأن الماكرو فن يعني ما شفت وايد نصر طرقت فيه وحبيت أجرب يعني أني حط عمل من أعمالي في المعرض طبعاً ها واحد من أعمالي اللي ما شاء الله كده مسابق أصلاً فاز فيها اللي هو عمل الفراشة وفيه ألوان اللي هو الأخضر والأسود وهذه الألوان يعني تجذب الناظرين للصورة بحيث أن تشد الناظر ويسرح في الصورة أصلاً شاركت في هالمعرض عشان أراوي الجمهور موهبتي في التصوير أشارك إياهم الجمهور اللي حضر المعرض بديت في التصوير من 2013 اخترت هالصورة لأنها تعبر عن السعادة وعنوان الصورة جموع الفرح جمعية الإمارات للتصوير الضوئي منصة تقدم ولأول مرة معرض خاصة بالمصورات في إطار خطة الجمعية في دعم المصورات في الإمارات وتعزيز قدراتهن الفنية يهلا فيكم مشاهدينا من جديد ومن المصورات المشاركات في هذا المعرض معنا كل من مونة التميمي وإيمان مجدي الجوهري حياكم الله وإيانا ونورتنا في برنامج أراسيك ماشكورة على استضافك أولا يجبني فيه طبعا إن شاء الله وإيمان مونة، منتكلم قبل كل شيء عن بداية التصوير معات وكيف جاءت فكرة أن تكوني مصورة أنا بدأت من السفر كنت أسافر فأنا أسافر أحب أصور كتوثيقي يعني فبعدين بدأنا بالإستغرام هل تطبيق المطابع معنا كلنا لا أنا قبل الإستغرام في يوم بدأنا بالإستغرام والسوشال ميديا بدأت نزل الصور بالإستغرام جميل وأتابع المصورين عساسة أشوف صورهم جميل فلقيت وايد تشجيع من المصورين نفسهم جميل فمنها واشتري الكاميرا ولا تصوري هالكاميرا وبدأت واشتريت معدات صحيحة وبعدين بدأت أتعلم خطوة خطوة يعني دخلنا الدورات ورشات جميل نتحدث طبعا عن الورش والدورات بالنسبة لك إيمان كيف بديتي بالتصوير كيف دخلت في فن التصوير بشكل عام في البداية كان موضوع بس عبارة عن هواية عندي كاميرا بسيطة وبديت أمطلق في أماكن معينة وينما أطلع أخذ معي الكاميرا أحاولي أنا أجرب أتعلم على التصوير لأشياء البسيطة بعدين كان فيه ورش ودورات وأشياء وكان عندي وقت فراغ فحبت أني أنا أستثمرها الوقت وبديت أعلم نفسي شوي شوي وأطور غيرت الكاميرا لكاميرا أحدث وبديت أطور في نفسي في التصوير فالحمد لله وصلنا لها المستوى جميل نتحدث الآن عن معرض المصورات الأول وطبعا هو للبنات فقط نتكلم عن جمعية الإمارات للتصوير الضوئي تحدثين مونة في البلاي عن مشاركتك وهمية المشاركة في هذا المعرض طبعا بما أن المعرض للمصورات صحيح فالحلو أننا نكون جزء بهذه المعرض صحيح المعرض بالشارقة كان فيه مثلا شالج بالنسبة لي أنا لأنه من دبي وأي شارجة وكنت أول مرة أني أنا أكون في معرض في الشارجة كيف لقيت إمارة الشارقة؟ طبعا من خريجات جامعة الشارجة فعادي يخليك فالحمد الله يعني المعرض كان في المول والحمد الله يعني مو بس المصورين الليون حتى الناس الليون يتسوقون الجمهور نفسه فالحلو أن صورنا هناك فأي حد من الزوار يمر يشوف الصور يشوف الأسامي فكان شي جميل وتعرفنا على بعد مصورات يعني ما كنت أعرفهم بصراحة فهو الاستفادة استفادة إحنا المستفيدين والزوار بعد أن يشوفون أعمال مصورات سواء من الإمارات أو من الدول الثانية أكيد بالتأكيد وأنت إيمان بالنسبة لشو أهمية المشاركة فيما رضى تصوير المصورات الأولة؟ بصراحة الفرصة كانت جدا جميلة وكانت مشجعة للمصورات خاصة أنه مقتصر عن المصورات فقط صحيح فكل وحدة تحب أن تبرز إبداعها وفنها للآخرين صحيح فحبيت أني أنا أشارك قدمت مجموعة أعمال وتم اختيار عمل منهم والحمد لله يعني المعرض كان جدا ناجح وكانوا المنظمين جدا متعاونين ولقى استحسان من الكل ومن الزوار اللي كانوا في المعرض والمول بصراحة يعني كان في زحمة عندنا في قسم المعرض فكان شيء جدا جميل وممتع أكيد نتحدث الآن عن الأعمال اللي شاركتي فيها يا مونة في معرض المصورات الأول مثل ما قتلت أحب أسافر فالصورة صورتها في نيبال في معبد جميل في نيبال فهذا اللي يسمونهم السادو جميل عندهم لبس مميز اللي هو اللونز عفراني اللي يلبسونه جميل فهذا اللي جذبنا نحن نصورهم يعني أنت مثلا تحبين شيء تراثي مثلا أو الجنب اللي هو التقليدي مثلا أصور حياة الناس حلو أصور طبيعة جميل أصور الحياة البرية مراتي ومحصل فرصة لا أكثر شيء مثل ما يقولون نصور الخارجية الداخلية ستوديو وما ستوديو وما بوايد ما تحبينها وايد لا أحب انطلق مغامرة مثل ما يقولون جميل جدا وبالنسبة لتش إيمان والله مشاركتي هي كانت أحد الأعمال اللي طلعت بينها من أيام الشارجة التراثية جميل كانت خلال المهرجان أنت بعد قالبش تراثي تقريبا أو متنوع ترى الفرص التصوير في الجانب التراثي في إيمارة الشارجة جدا كبيرة فالواحد يحصل الفرص أكثر أنه يصور فالحمد لله كان أحد الأعمال المميزة اللي شاركت فيها وكانت عبارة عن رجل يشتغل في صناعة القوارب جميل فطبعا التقطت الصورة ومع بعض الرتوش في الفيزي شوف وكذا والحمد لله جميل نتكلم الآن عن كيف جاءت لكم المشاركة نفسها في معرض المصورات الأول ما هي الموضوعات التي ركزت عليها بالتحديد التي توضحينها في معرض المصورات الأول هم طلبوا مننا ثلاث صور جميل وهم يختارون طبعا الصور أنا قدمت صور للطبيعة جميل صورتها في آيسلند وقدمت صورتين من نيبال تقريبا أنت طابعت شكل خارجي أو صورت شكل خارجي عندي صور من الإمارات بس أحب أشارك لنا أحب أن نوعه لأنه ممكن حد يسافر هالأماكن صحيح فهم قبل الصور أنا ما عرفت أي صورة هم يعني بيعرضون بس يوم يت المعرض شبت الصورة جميل يعني هم الجهة نفسها اللي اختارت الصورة اللي كتبت شاركين فيها صحيح هم اختاروا بين ثلاث صور وصورة وحدة يعني عساس وأنا عرف أن اختاروا صورة حق كل مصورة على أساسي يعطون مجال حق الكل طبعا يكون كل واحد مختلف طبعا عن الآخر أكيد وبنسبة لك إيمان شو الموضوعات اللي قرأت لكم متشاركين فيها فيما يرضى المصورات الأول لما اخترت الصور اخترت احد الصور اللي هي من التراث الإماراتي صناعة القوارب وصورة ثانية كانت من الطبيعة في جورجيا في سفرة الأخيرة نعم وصورة ثانية كانت من رحلتي الفوتوغرافية مع اتحاد المصورين العرب اللي كانت في ليوة من عامين جميل جميل فلقطات كان فيها تنوع يعني كانت واحدة في الصحراء من ليوة وكانت واحدة في الثلوج من جورجيا واحدة في الطابع التراثي اللي هي المعرض نفسه شو اللي يختاروها طابع التراثي اللي كانت في اليوم الشارج نزيل نتكلم عن مستوى الأعمال اللي كانت مشاركة في معرض المصورات الأول كيف كان مستوها بالنسبة لكم أنتم كم صورات أنا حبيت الأعمال الأعمال كانت متنوعة يعني بين الماكرو بين الطبيعة بين التراث وبين بوتريت فالصور كانت متميزة أسامي أول مرة أنا أشوفهم يعني هناك وأتعرف عليهم كمان جميل فصور جدا جميلة صور فيها حركة فيها مثلا نقدر نقول قصة في بعض الصور صحيح فكان فيه تنوع في الصور وهالشي اللي حبيتها يعني جميل جدا وبالنسبة لك إيمان فعلا الأعمال اللي كانت مشاركة في المعرض كلها متميزة والمصورات ما شاء الله أبدعوا وإدارة المعرض اختارت الصور المميزة فعلا تكون واجهة للمعرض والحدث الفني فكلنا كنا مستمتعين وتعرفنا على مصورات ثانيات وشفنا أعمال مميزة كانت تجربة جدا جميلة بالنسبة لكم مثل هذه المعارض والمشاركة فيها إلى أي مدى يعني تساهم في دعم المصور وتعزيز وسقى الموهبته تقريبا الواحد يشارك من هالنوع من المعارض أول شيء دعم المؤسسة نفسهم صحيح ثانيا الواحد يحصل انتقاد نقدر نقول اتقاد إيجابي اللي هو الواحد يقرأ لك الصورة مثلا يقول لك الصورة النقد البناء نعم فحتى لو في نقد يعني شيء مبصح في الصورة عند كل عين كل واحد لذائقة في الألوان في الزاوية صحيح فهم يقولوا لك شو اللي صح اللي في الصورة فالواحد هالشي يبني لك أنت الثقة صحيح أنك تكون واثق من نفسك أنا أول بداية يوم شاركت في معرض ما كنت أبقى شارك مثلا سأقول لا صور مبحق المعارض فقالوا لي أنت شاركي وشوفي فسبحان الله اختاروا صورتي بعد وشاركت يعني بديت يعني أشارك في معارض ترى هالشي يبني ثقة للمصور صحيح أن يبدأ أكيد في المرات القادمة أن يبدأ أكثر يطلع بأشياء أفضل وأفضل ويتعلم بعد أكثر صحيح وبالنسبة لك إيمان شو حسيتي من هالمعارض مثلا المشاركة فيها كيف تعزز ثقتك أنت كمصورة أولا هو شعور جدا جميل لما تشوف أحد أعمالك يطلع للنور كان عندك طفل وأنت ربيت وبعدين ظهر للنور فالموضوع جدا ممتع تحس بحلاوة الإنجاز تحس أن في ناس تعطيك رأيها في الصور تمدحها ملكا مصور فهذا يعطيك شعور إيجابي أنك تستمر وأنك تطور من نفسك وأنك تحاول تسعى أنك تطور مستواك لمستويات أفضل وطبعا تبادل الخبرات مع المصورين وأنك تعرف على ناسي ذات في المجال وأنك تتبادل الخبرات معهم هذا جدا إيجابي أكيد أكيد لجمعية التصوير الضوئي الدور في دعم المصور وصقلة كيف رأيتوا بذلك من خلال مشاركتكم في معرض المصورات الأول بصراحة يعني هم يمختار الصور أنا عرفت أختار الصورة للغرض معين حابوا ينورهم أنا حابة الصورة حابة الألوان حابة الزاوية صحيح بس حتى هم يعني شفت الإعجاب بالصورة وبعدين حتى هم يعني يعطوني بعض التنبيهات في الصورة قالوا لي شو الحلو اللي في الصورة يعني فيه الانتقاد كان بناء فهي الشيء يعني حبيت ومثل ما قتلت يعني خلي يعني خلي تقبلي للانتقاد حتى لو كان بسيط الحمدلله الحمدلله وبعدين بعد فيه أسام كبيرة مثلا حضرت وفتتحت المعرض فها روح تشجيع حق المصورات صحيح كيف نسبة إيمان بصراحة المعرض يعني كان متنوع والمشاركة فيه كانت جدا بناءة وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي كانت يعني هي دايما وأبدا توفر لنا ورش ودورات ومعارض فهذا يخلي الواحد دايما متحفز أنه يبرز عمله وأنه يشارك ويطور من نفسه عشان يشارك في معارض مختلفة وأنه يبرز أعمار للناس أكيد هنا مثل ما تحدثنا قبل الهواء أكيد لش مشاركات أخرى في معارض أخرى قصدي على مستوى الإمارات بشكل عام تحثين عن ذلك أول مشاركة لي كانت في سكة 2018 في دبي في حي الفهدي جميل هنا دخلت بصورة وحدة مع فريق عدس الإمارات كان في البدايات كان في البدايات وبعدين شاركت عدة معارض معارض يوم عيد الاتحاد معارض يوم المرأة العالمي حسنا ومعارض سكة 2019 كان في شهر ثلاثة كان أكبر معارض لي دخلت بروفايل كامل صور 22 صورة شاركت بـ 22 صورة ومت بس صور يعني عرضت قصة قصة عن كفاح امرأة والحمد لله تلاقت من إقبال ونجاح بعد أعتبر أول محطة لي للصعود أكيد بالتوفيج وبنسبة للشيء نختم سريع شاركت في معارض عدة منها المحلية ومنها الدولية لكن طبعا سفر صعب فالحمد لله كانت لي مشاركات مثلا محلية في بعض المؤسسات الخاصة لما يسوون معارض عن يوم الوطني ويوم الاتحاد وهذه الأشياء والحمد لله مشاركتي في جمعية الإمارات هذه الثانية السنة الماضية بعد شاركت في معارض إكسبوجر كان لي أحد الأعمال المعروض في الكتاب السنوي وهذه ثانية مشاركة لي معاهم طبعا إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله وبالتوفيق لكم أثنتكم كانت معنا مونة تميمي وإيمان مجدي الجوهري مشاركات في معارض المصورات الأول كل التوفيق لكم إن شاء الله وحياكم ولو نورتونا في برنامج أماسي إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام أمسيتنا نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم ودومتم في حفظ الله ورعايته